بعد نجاحهم سوا في مسلسل خان الزهب روايدة شهين وسيف الشريف بيستعدوا علشان يصوروا فيلم سينمائي عراقي احترافي بكل المقايز حيكون كمان في صلاة السينما العراقية والعربية المخرج العراقي الكندي أناس منفي استعد عشان يطلق اول فيلم عراقي تجاري بميزانية عالية بيضم نغبة من النجوم من المتوقع ان هو يحقق نجاح كبير في شباك التزاكر داخل وخارج العراق وداخل العالم العربي وخارجه الفيلم ده حيكون مستوى انتاجي عالي الجودة حيتم باستخدام اقوى المعيدات السينمائية وده اللي حيخلي قادر على ان هو ينافس اي فيلم عالمي حقق كمان المخرج ده انجازات في عالم السينما وبيعتبر خريج من احدى اهم عشر جامعات عالمية في مجال صناعة الافلام وكمان اخرج عدة افلام قصير المخرج ده بيستعد بين جمنا العراقيين روايدة ويسيف انهما يقوموا ببطولة فيلم ريب جدا معانا الصور بتاعت استعداتهم كتبت الفنان روايدة شهين على حسبها الرسمي على انستجرام وقالت انتظروني بعمل سينمائي عراقي احترافي بكل المقاييس بداية قوية لصناعة الافلام السينمائية في عراقنا الحبيب وانا نثبت للجميع امكانيات الممثل والكوادر العراقية بعمل تضاهر العربية والعالمية على يد المخرج الكندي من اصول العراقية واللي رجع لبلده بكل شغف وحماس حتى يثبت للعالم بأن العراق بلد الفن والحضارة من خلال فيلم السينمائي سيكون ولادة جديدة وهي الاطخم في تاريخ السينما العراقية وليس هذه الا البداية نتكلف لقالت روايدة شهين على حسب الرسمي على انستجرام وكم صورة كمان ليهويل المخرج وكمان للفنان سيف الشري بيستعدوا دلوقتي علشان خاطر يقوموا بانتاج الفيلم ده وبتمثيل الفيلم كون انهم متحمسين طبعا نشوف فيلم عراق جديد على الساحة وان شاء الله اتمنى ليهم التوفيق تبود رأيكم في التعليقات واشوفكم على خير